أكد وزير الموارد المائية ورأيها نسوي لما ضرورة وضع رؤى مستقبلية للتعامل مع قضايا المياه وخلال زيارته لدولة كينيا التقى سوي لما المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وذلك للتباحث حول الجهود الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه وأكد سوي لما التأثير الكبير لتغير المناخ على قطاع المياه والزراعة مما يستلزم حجد جهود الحكومات والمجتمع المدني وشركاء التنمية لدعم قضايا المياه والغذاء ولفت إلى سعي مصر الإيصال لصوت إفريقيا للعالم باعتبارها القارة الأقل المسؤولية عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والأكثر تضررا من تغير المناخ كما شدد على أهمية دعم كافة الدول لمبادرة التكيف بقطاع المياه وتوجيه التمويلات للقارة الإفريقية لتحقيق الأمن الغذائي ترجمة نانسي قنقر